بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال آآ جالنا على الواتس بتاع صفحة المرأة عن آآ الرهبة الجنسية أثناء الحمل. هو طبعا آآ الرهبة الجنسية أثناء الحمل آآ بيحصل طبعا فطور في آآ في آآ في آآ في آآ أول طلت شهور. لأنه طبعا بتبقى للأنسة آآ آآ أو ما تعرف بقى أن الحامل خايفة أنه ممكن يحصل إلهاض أو أن الحمد لسه مستقرش آآ خاصاتها ده ومسلا حصل نزل نقطة دم أو بداية نزيف أو الدكتور أبها لأ انت ترى دي حقا تثبيت بقى وتنام في السرير والكلام. طبعا بيبقى في فطور شديد في الحالة دي. وطبعا بيبقى ساعات بيبقى في قلم في منطقة السادي والحاجات دي وزيادة حسيته المنطقة دي في أول فترة. فممكن دي برضو تساهم في اللي ترغبها شوية. التلت التاني من الحمد هو الساكن او التلت شهور التانيين من الحمد. الوضع بقى تزداد تضفقات الدم في منطقة الحوض. وتبدأ السادي بدأت تعودت ان شكلها عادي جسمي بدأت زاد ويعني اول تلت شهور بقى كانت الجسمي وبالجسم الدنيا بدأت تتغير. فتبدأ الرغبة الجنسية بدأت تزياد. بعد كده في التلت شهور الأخراميين بتبدأ بقى السادي تبدأ تعاني من الحجم البطن وتبدأ بقى الدنيا يعني تقل الحل ومشاكله وتظهر بشكل واضح. فتبدأ تفقد الرغبة التانية. وطبعا لابد ان الزوج يرى عن النقطة دي. وطبعا بيبقى فيه برضو مشكلة في العلاقة. يعني في الشهور الأخيرة ان حجم البطن طبعا بيأثر على الأوضاع اللي ممكن يعملوا هنا العلاقة الزوجية. فطبعا في الحالة دي مفروض ان الزوج والزوجة بيبدأوا ايه؟ يختاروا أوضاع مريحة للحامل يعني. طبعا بعد البعض الولادة بيرجعوا من الحاجات الطبيعية عادة مفيش مشكلة. طيب هل ممكن يعني ان الحامل يكون يعني لوقات ما ينفعش فيها ان يبقى فيه مثلا علاقة؟ اه طبعا لو دكتور النساء قالك ممنوع ممنوع بس وفيه حاجات مثلا لو فيه مثلا لو قلنا لو فيه ست مثلا اجدت قبل كده كزا مرة حصل اجدت قبل كده. اه فخايف ان هو بيتكرر. لو فيه نزيف زي ما قلنا. في بعض الحالات لما تكون الاهل والسقوط المشيمة يعني. دي حالات طبعا بتبدو اه لكادت الناسة يعني موضحين للحالة يعني قولولها ممنوع الجماع. الحالات دي طبعا بنقول لا مفيش فيها. وخلاصة القول ان احنا بالنسبة للرغبة اجابنا وبالنسبة للجماعة طبعا دكتور الناسة لو قال اوكي اوكي ان لا لا. اشكرا.